المئات من الضحايا كانت حصيلة النزاعات العشائرية التي استفحلت في الأوينة الأخيرة بين الفينة والأخرى ما أجبر العشرات من شيوخ العشائر على توقيع وثيقة شرف تحد مما يعرف بالدقة العشائرية من أربعة محاور مختلفة تحاول قيادة العمليات المشتركة تطويق ظاهرة النزاعات العشائرية بعد أن أخذت بتهديد السلم الأهلي وحظ المئات من الضحايا محاور يتمثل أولها بالاتصال مع وجهاء وشيوخ العشائر خصوصا في المناطق التي تحدث فيها نزاعات فيما يكون الثاني بتفعيل مذكرات إلقاء قبض بحق المتورطين أما المحور الثالث يتضمن قيام القوات الأمنية بعمليات استباقية نوعية لمحاصلة وملاحقة المتورطين فيما يتضمن المحور الرابع المشاركة في حل الخلافات بين العشائر أكيد فيما يقص النزاعات العشائرية أعتقد أنه جراءات حكومية وعلى مصر القوات الأمنية أعتقد أنه هي قلت بشكل كبير يعني موت للسابق لكن تحتاج دائما إلى تذكير أنه هذا السلاح المنفلت وهذه النزاعات العشائرية تؤثر على المجتمع وتؤثر على المواطنين ومع ما يترتب على الواجهة العشائرية من أدوار مهمة للحد من الظواهر السلبية يحاول شيخ وجه العشائر في بغداد سنى وثيقة شرف تحد من ظهرة النزاعات وما يعرف بالدقة العشائرية فإن شاء الله سترشوفه السنينة سنينة عشائرية هسا تقريبا بالتسعين عشيرة وقعنا على هذه السنينة تعدنا من الأخ أبو محمد شيخ الشياء البهادلي ووقعنا هالسنينة شنينة مثلا دقات ماكو قتل يصير لا سامح الله إذا عندك نية تكتل القاتل أخوته ولد عمه الشيلا ماكو 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 الموضوع وحتى الأسعار هنفصلناها بالسنينة حقيقة اليوم العشائر العراقية وبالخصوص شيوخ العراق تقع المسؤولية الكبيرة عليهم بإخماد الفتن وحل النزاعات العشائرية والحد من انتشار السلاح في الشارع والحد من الدقة العشائرية والظواهر الدخيلة على المجتمع العشائري وتبين أوساط شعبية حاجة فعلية للفعالية المجتمعية والواجهة العشائرية لنبدل جميع السلوكات السلبية التي أخذت بالظهور داخل المجتمع وتمثل هذه الإنشاءات محاولة لتطلق ظاهرة النزاعات العشائرية المتكررة بعد أن توغلت في المجتمع العراقي وحصدت العديد من الضحايا اشتفى الواجهة الرابعة اشتفى الواجهة الرابعة